أكد وزير الدفاع الركن محسن الداعري استمرار ميليشي الحوثي الإرهابية في عملياتها العدائية واستهداف مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية لا عهد لها ولا ميثاق كما هو معهود منها منذ سنوات وأشدد الوزير الداعري خلال لقائه في العاصمة عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأمم برياسة روكسانا بازرجان على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزما تجاه الصلف والتعنط الحوثي الرافق لجهود السلامة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين ولفت وزير الدفاع لخطورة تخادم ميليشيات الإرهاب الحوثية مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لمحاولة إقلاق السكينة العامة في المناطق المحررة مشيرا إلى أن خطر الميليشيات لا يقتصر على اليمن فحسب بل يمتدوا إلى الإقليم والعالم اشتركوا في القناة